لطالما شكل لبنان ساحة لصراع موازين القوى الإقليمية وتغير مواقعها في مختلف الاستحقاقات واليوم تتوج الاستحقاقات أو التطورات في المشهد الإيراني جملة من التحولات الكبيرة التي يصعب حجب تأثيرها عن الساحة اللبنانية في ظل فراغ رئاسيا وأزمة حكم إلى شريحة كبيرة الحزب وهذا الحزب هو عم تغذي إيران أنا بشوف اللي عم بصير بإيران هو تحريك خارجي أكيد يعكس حال كل من أحمد ومهران واقع الانقسام الحاصل في الرأي العام اللبناني حول مقاربة ما يجري في إيران من احتجاجات ما زالت مستمرة منذ سبتمبر أيلول الماضي ووصل الاهتمام إلى حد إسقاط اسم محسى أميني في صندوق اقتراع رئيس الجمهورية اللبنانية الأسباب كثيرة ولعل أبرزها تعظم النفوذ الإيراني في لبنان من خلال حزب الله الذي لم يخشى يوما من الإعلان عن انتمائه لولاية الفقيه فيما توالت قياداته على التقليل من تأثير وفعالية الحراك الغاضب في مختلف أنحاء إيران رغم أن الحزب في نظر كثير من المتابعين يقف أمام المحك مما يجري على الساحة الإيرانية أن تقديري لا يزال الوضع في إيران تحت المراقبة والمتابعة من قبل كل اللبنانيين سواء المؤيدين أو المعارضين لكن حتى الآن لا يمكن القول أن هذا الحدث سيكون له حضور مباشر في المشهد اللبناني على مستوى الشعبي وفيما الجمود السياسي أخذ في التمادي في أزمة الفراغ الرئاسي يطل عامل النفوذ الإقليمي من خلال موقف عالي استقف لمرشد الثورة علي خامنئي بالتأكيد مرة جديدة أن لبنان ساحة نفوذ تابعة له فهل يكون الفراغ ورقة لخدمة الحسابات الإيرانية الاستراتيجية في لبنان؟ نظرة حزب الله للوضع اللبناني مرتبط بالحسابات اللبنانية وليس بالحسابات الإيرانية هذا ما يؤكده المسؤولون في حزبه لذلك أنا أستبعد أن يكون هناك تأثير لأن الخطاب السيد الخامنئي الأخير هو يستهدف الوضع الإيراني الداخلي رغم أنه صوب على الخارج مقابل ذلك ترى مصادر سياسية وديبلوماسية في حديث خاص لرؤية بأن تهران تستعرض نفوذها على الساحة اللبنانية وتجعل من الاستحقاق الرئاسي ورقة مقايدة وضغط بانتظار صفقة إقليمية دولية لا شك أن العلاقة المأزومة بين واشنطن والرياض تنعكس سلبا على الملف اللبناني ملف مقفل داخليا ولكنه مفتوح على طاولات العالم هذا الأسبوع في القمة الفرنسية الأمريكية وفي الفاتيكان وفي الانتظار يبقى الاستحقاق اللبناني في عين العاصفة الإقليمية الدائرة حول إيران تحديدا وأذرع نفوذها في المنطقة من بيروت جوانا نصر الدين رؤية